اليوم سيكون مقطعنا مشتريات البنتي من شيئان زي ما هو مغنضح بالعنوان لا هذا حامي كيوت الصراحة في منه اشكال كثيرة هذا فضلته اكتر من اللي اللي عليه سفنج لانه يعني ما يتزحلق ويقعد كده ماسك في الرجل مرة حلو في منه اشكال كثيرة تلا كمان ارحام الركبة هذا مرة كان شكله حلو وعاجبني بس ما الاستخدام حسيته يعني ما هو عملي ما يدري يتزحلق عن الركبة ما يثبت على الرجل ولو حتطلبه في اشكال كثيرة والوان لا تهدوا لون ابيض لانه الابيض مرة زي ما تشوفوا يتوسخ حصل عن اقراض رزونة بس حبا اوريكم هادى النوع من البكل صراحة مرة حلوة من دمت اني طلبتها في منها الوان كثير حتى مريحة ما توجع في الراس لما تربط فيها شعركم والوانة حلوة طيب هادى ربطة شعر مع شراب طقم بيني وبينكم صراحة ما حبيتها اوكي الجودة لا بأس بيها مرة حلو زي كده بس ما ادري ما حبيت اللون ممكن عشان يعني مدري لون الشراب كان وردي وافتح من المدري مدري حتى نوع الوردة مادري كبيرة مدري بما انه رزونا بمرحلة تناول الاكل فقلت اجرب واطلب لها ملاعقهم طلبت لها هادى بس مرة حجم الملاعقة كبير تحسوا لي عمر سنة سنتين ماهو لي عمر ستة شهور واللي يعني دوبهم يبدأوا اكل مرة كبير حرام كمان خشب تحسواها قاسية على اللثة مدري بس كيوت شكلها مرة حلو صاح نفس الشيء تحسوا من عمر الامساكة بالملعقة ماهو من ستة شهور ممكن تسعة شهور مرة والوانة حلوة كواليتي كمان مرة ممتاز طلبت لها كمان مايوه مرة صراحة مايوهات شيئين تفوز حق الاطفال حق الكوبار حتى كمان يمدحوها شوفوا كيف يظن الكرانيس ماشوالله مرة 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 يجنن حبيته هذا الشراب الطويل طلبت لها ومن زمان تقريبا لما كان عمرها في ثلاثة شهور زي كنت اول انه الشراري بحق الشيء اغلبها من عمر ستة شهور وفوق اما العمر الصغير هذا ما تيجي مقاسه اعتقد الان هذا حيكون قدته ان شاء الله لسا ما جربته بس مرة حيلو دالكم الان بربطات شيئين اللي تجنن هادي اخدت الله اياها ثلاثة الوان في منها الوان كمان اكتر بس مرة حلوة بس في نقطة اعتبي على الربطة البيضة انه لونها ما يلع على الابيض المزرق يعني ما هي بيضة بيض ناصع فهذا الشيء اللي ما حبيته في هاد الربطة ولا الوان الباقية صراحة مرة حلوة مرة حلوة في اللبس مرة جنن شوفوا الكياعة بس شوفوا هاد الشيء اللطيف طلبت لها كمان من 3M دوبه جاء قده تقريبا مقاس واحد يجي على عمر ستة شهور مرة كيوتي جنن بس طبعا ترى ما هو عملي ما يعتبر عملي لانه شوفوا كيف الدعسة حقه مرة رفيع وخفيفة لو البيبي يعني حاول يوقف هو لابسه يتعنك يعني ما ما يزبط مرة حلوة في التصوير حبيته كمان هاد الربطة حلوة تجنن نجلد الشيء الجميل اللي مرة انا خاقة معاه تجنن مرة يا بناد مرة مرة صراحة مصدمت انها حلوة مرة مرة حلوة في اللبس بالذات هادي مرة طلعت حلوة على بنتي عجبتني تقريبا شوي كبيرة على مقاس ستة شهور بس مو مشكلة يعني حاصل غير لايا شوي مرة مرة حلوة شوفوا الجوال صراحة صدمت مرة طلعت كشخة في اللبس شوفوا كيف يعني ممكن تشوفوها دا حين تقول لها ما هي قدي كده بس والله مرة ما شاء الله ما شاء الله في اللبس طلع مرة حلوة عجبتني اخدت لها مقاس اتنين اعتقد اللي هو عشرين مقاس اتنين قد عمر ستة شهور فما فوق مرة طلع حلوة وشك شك مه 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 واضح لكم مني مصدومة شوي صع خلينا فكع سوا والاحمر صارخ بس الصراحة القماش يجنن عجبني الصراحة يعني الحلو كمان فيه تعرفوا ايش انها تتعدل المقاس يعني تفتحوا الفيونكو وتعديلوها على راس البابي على عمر ستة شهور على عمر الشهورة الأولى عمر سنة يعني تقدروا تعدلوا في المقاس لا واو ترعى حسها حلوة الصراحة تيجي في اللبس يباري أجربها عليها مرة مرة لا وستريتش مرة حلوة ما حظلومها في منها ألوان أنا أخدت اللي فيه لون أحمر بسبب أنه رزونة عندها فستان لأ عندها تنور حمرة فيبغالك يرفيونك حمرة فأخدت هلو سكري مننا مدري مدري عجبني الرصاصي والأحمر أكتر من السكري اسمو مشكلة هذه الربطة كمان البيضة مرة حلوة رزونة ما عندها ربطات بيضة فطلبت الله إياها شفت قريبة ملبسة بنتها فعجبتني مرة تطلع حلوة في اللبس وسعرها يعني صدمة بتلاتة ريال قلت أخدها مرة حلوة نشوف هذه واو شو كيف شكلها يجنن كده هو شريط دنتيل وبعدين كده يجي زيت طو أحس لأ حتيجي مرة حلوة في اللبس حبيت طبعا أغلب التعليقات على هذه لأن الفيونكة هادي ملصقة شوفوا ملصقة ما هي يعني ما تكبر وتصغر شوفوا كيف أحس مرة حتيجي حلوة على الشعر لو رزونا صاحي أكل لبستها تخليها مدل هاكوان هادي الربطات اللي كده الشريطة حقها تيجي ما دريش جال نوع القماش مرة مرة تيجي حلوة على الأطفال جلد الربطة اللي مرة متحمسة لها إن شاء الله تطلع حلوة الله شوفوا كيف منظر الورد مرة تجنن بس تعرفوا كبيرة يما ثامية الصدمة مرة كبيرة يعني أحسها ممكن تيجي على عمر ثلاثة سنين والله كبيرة أو ممكن ستة سنين ما هي حق تردع مو مشكلة بالنسبة للطول حاصغره هادي بس مرة حلوة مرة مرة حلوة خلها كمانة هذا الشوز مخمل ممم لسه ما لبستها فما أدري احتمال زي الشوزة الأبيض بيطلع حلو في اللبس خدته مخمل وأسود بعد أجربه بعدين بس واضح حلو مدري مقاس اتنين دائما في شيء من ستة شهور إلى اتناشر شهر بلها كمان هادي المريلة سيليكون هي حلوة وكانت مرة عجباني والرسمة مرة كيوت فيه أشكال منها كثيرة بس الصراحة اللعاب اللي حسيتوا فيها إنها تمسك وسخ يعني أوكي تتغسل ومرة عملية حلوة لما تتحط على يعني جوة شمطة أو تتحط يعني جوة الدولار بتحسوها تمسك غبرة شيء هذا مستفز بالنسبة علي في دحينة مريلة حوريكم إياهم مرة عجبتني أكتر من دي المريلة تيجنن تعرف هذا الستايل ستايل اليابانيين مرة حلوة حين أنا ودي أرجع أدخل شيئين وأطلب لها الأشكال الثانية إذا فيه متوفر مرة عملية شوفوا حتى يعني يعني بعد الاستخدام تتغسل وتنشاف ولا تمسك وسخ زي السيليكون مرة مرة حلوة طبعا هي كبيرة على ستة شهور بس لملبستها بنتي تغطي ملابسها كلها وما تتوسخ كامل فمرة حلوة لا كمان مرية لقماش عشان لو أنا عند ناس زي كده حلوة بس اللي ما حبيتوا فيها نفس القماش ده نوع القماش التعرف واللي يتعفص أو يحتاج كوي كل شوية أنا من الناس اللي ما أحب الكوي الصراحة فدايما يعني أول ما أشوف خامة أي شيء فستان بلوزا من النوع اللي تحتاج كوي شوفها حتى ما أفصها تكامر بس حلوة صراحة حلوة فإذا انتم من الناس اللي زي ما تحبوا الكوي لا تاخدوها الحلوة إنو شوفوا هذا الوجه وهذا الظهري يعني تتلبس زي البلوزا مرة صراحة كيوت وإيوة على فكرة راحة كبيرة تحسونها بتيجي تمام على عمر سنة بنتي ستة شهور تيجي عليها كامل يعني تيجي مرة تغطي تغطي إيلين تقريبا من ركبة مدري بس حسها مرة كبيرة حلو دونها حلو كيوت طربت لها كمان هذه البدلة هودي راحة مرة حلوة قدتها مقاسها من ثلاثة لستة شهور كان أول رزون عمرها على خمسة شهور فطربت لها إياها مرة صراحة كانت كبيرة وسلبستها إياها لأنه على ما يجي على مقاسها بيخلص البرد تدفي مرة حلوة فهذه ربطات طقم لونها أسود هذي نفس الربطة البيضة نفس الشريطة نفس كل حاجة بس لونها أبيض أما دي ربطة شعر كبيرة مخمل حلوة صراحة نفس الهرجة تنفك وتصغر وتكبر على راس البيضة مرة عجبتني أنا طلبت الطقم هذا عشان هذي المخمل بس مرة حلوة تعرفوا طلبت لها دا حين جزمة سودة مخمل وربطة مخمل دي طقم حبيته أخذت لها هذا فيه مانع الانزلاق في منه أشكال كمان مرة كيوت حلوة بس للأسف لحد الآن ما هو على مقاسها نحن بنتي ستة شهور لسا عو كبير عليها ممكن على سبعة تسعة شهور يجي مقاسها ما أدري والله بس مرة حلوة سلة كمان هذي السلة سلة غسيل مرة حلوة بس حجمها ترى شوي صغير سلافة أس يعني يعني لافس البابيات تعرفوا حجمها مرة صغيرة ودائما الغطيل يكون أول بأول كنت احتاج لها كده سلة صغيرة ملمومة تفصلها عن ملابسنا مرة عجبتني حلو أوكي هادو الشي مميز ماهو من شيء من نون عجبنا الصراحة اللي هو كأس الترويش أو الاستحمام ده اللي بتشيلو كده بيله الماية وبتصبوها على رأس البابي مرة حلو بتشك تشك وتنتهي هيا مامي صح يترزونا قولي هاي كمان طلبت لها الاسفنجة اللي تنحط على كرسي العربية حد الأطفال نسيت أصورها لكم مرة صرحة حلوة وخامتها مرة ممتازة أخيرا أخذت كفر لجوالي والألوان تجني ما شاء الله حبيت شوفوا كيف الألوان شوفوا مرة صرحة متوقعت إنها كده الكفرز تجي حلو جوالي أنا سامسونج أنا من محبيه سامسونج شوف كيف والله مرة حولوا الايفون كمان لهم في منه لو حابين تطلبوا صرحة حبيتوا كيوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة